في ذكرى ودع أو في ذكرى رحيل الفريق مرتجي ودعنا الكابتن الدكتور طلعت شتا طلعت شتا جماعة واحد من رموز كرة اليد الأهلوية نجم الأهلي ومدربه الأسبق في كرة اليد ولو أيادي بيضاء كثيرة على أندية كثيرة في الخليج العربي كمدرب عمل إنجازات وبطولات كبيرة سواء في أهل جدة أو نادي أبو ظابي الرياضي أو نادي الوحدة الإماراتي أو في أهل دبي وكان في النادي الأهلي ضمن الفريق الزهبي للنادي اللي كان بيضم نخبة من المواهب بينهم الدكتور حسن مصطفى وخليل زكي ومصطفى فاضل وسيد عبد العالو عبد العزيز توفي ومسعد عباس وهشام سعيد وآخرين ونعاه مجلس إدارة حسن مصطفى عملت أول واحد أصداد عملت وين معاه ونعاه النادي الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي مجلس إدارة الأهلي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسد طلعت شتاء عضو النادي وكابتن ومدرب فريق كرة اليد الأسبق بالنادي والذي وفته المنية داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إله رجعون يعني النادي الأهلي والرياضة المصرية والعربية والمنتخف فقدوا إنسان يعتبر من رموز اللعبة عبر تاريخ مهم جداً واحد من أهم اللعبة اللي جات ومن أهم المدربين الجم ومن أهم الكوادر والرموز لما تذكر كرة اليد يقفز إليك في الطليعة رحمة الله عليه طلعت شدة إنما على المستوى الشخصي أنا فقدت صديق فقد الجدعانة رجل جدع صاحب صاحبه كان يتمتع بالسنائية الاحترام والهيبة من خلال حب بيجمع بين كل ده كابتن طلعت كلامي مش شلة كانت تعرف كده هو طلع جيل نهاردة ها حتلاقيه قاعده معه فلان وفلان 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 يجي هو يعني يعني في العلوم حبة السكر بتتكون إزاي كريستالة نواة يبتدي التركم عليها حبات السكر فتكون قال بالسكر هو كان النواة بتاعت الشلة دائما يقعد في الأهل يروحوا معاي طب هروح نادي الصيد يقبلوه في نادي الصيد طب هعمل مش عارف ايه كان لامي بالناس كلها وكان حابي بالناس كلها طلعت شتا يعني كان راجل حتى بصص من ناحية الأكاديمية كان عنده الأكاديمية الرومانية وكان بيدرب يعني له تأثير ما بعد تجهيز الكوادر مؤسسة كانت بتمنح منح ودكتوراه من رومانيا وكان بيعمل معايشات وكان كثير من الكوادر الرياضية في مصر ودول العربية يعني كان له إسهامات في إعدادهم جدع تطلب منه حاجة وأنا مدير النادي مثلا كل ما يخش لي طلب لحد عمر ما طلب طلب لنفسه وبنفس الحماس وبنفس المتابعة وفلان وكابتن عادل فكان راجل فعلا جميل رحمة الله عليه بعزيه بعزي أسرته وأبنائه وعنده ألدين يعني ربنا يخليهم ويفرح يعني ينجحوا أحسن حاجة مجدي صديقنا مجدي الزاكي حاجة كده يعني يعني قريبه كل الناس هيفتقدوه يعني هو بكرة العزب بتاعه هتشوف ناس من الوسط الرياضي بمختلف الانتماءات الراجل ده ابن المحلة الجميل اللي كان نموذج للعب الكرة والصديق الوافي والكدر المحترم جدا الف رحمة ونور على روحه الطيبة الطاهرة الدكتور طلعت شتا كمان هزه الايام حلت الزكرة يعني 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 بس عايز اقول حالة مش احنا اللي افتقدنا بس حتى الوطن العربي كل الاندال العربية اللي مرم فيها الكل بينعيه اتكتب عليه في الامارات للذات حاجات ياريت لو تلقوه بس تجبوها كتير من الاخوة العرب نعوه عن الاندال اللي اشتغل فيها والحياة كانت لديه اياد بيضاء حاجات عشان نعرف ثقة لهذا الرجل لان في الامارات كان له تأثير كبير في السعودية كان له تأثير كبير الف رحمة نور على روحي الطيبة الدكتور طلعت شتا هذه الايام ده ده اللي كتب عليه عيسى درويش كرة اليد العربية تفقد احد افضل لاعبيها ومدربيها ده في الامارات رحم الله الدكتور طلعت شتا اللي ساهم في التتويج في بطولات الدوري والكاس وبيده اصبح احد ابطال لعبة الاقوياء الف رحمة ونور كان بيمرن الاهل الاماراتي وقادوا منصات التتويج ده الاهل الاماراتي واهل جدة وابوظبي الرياضي والوحدة الاماراتي الحقيقة اسهمات كبيرة جدا له في كرة اليد العربية رحمة الله من كبات تاريخية لمنتخب مصر رحمه الله رحمة واسعة